يوافق اليوم مرور شهر على انطلاق الاحتجاجات في بلاروس حيث خرج الناس لأول مرة على حكم الرئيس أليكساندر لوكاشينكو وبأعداد كبيرة نظم التجمعات والمظاهرات في محاولة لرفض الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أعلنت انتصار لوكاشينك بنتيجة كاسحة على أقرب منافسه تقريرنا التالي يتناول التحول التاريخي في حالة لا مبالاة البلاروسية التي استمرت لعقود وموقف المجتمع الدولي منها التاسع من سبتمبر اليوم الثاني والثلاثون من الاحتجاجات في بلاروس ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها لوكاشينكا يخرج الألاف من الناس كل يوم إلى الشوارع في مظاهرات تجوب عديد المدن وتقوم قوات الأمن بتفريق المتظاهرين وضربهم واعتقالهم نحو عشرة ألاف شخص أوضعوا مراكز الاحتجاز ومئات من الجرحة وما لا يقل عن سبعة قتل رئيس بلاروس أليكساندر لوكاشينكا يتهم الغرب بالتحريض على الاحتجاجات وفي مقابلة مطولة مع إحدى القنوات الروسية أجراها يوم أمس أقر بأن فترة حكمه للبلاد قد طالت لكنه لن يغادر وهو يعول على مساعدة روسيا لقد تواصلت مع العديد من الرؤساء ومنهم صديقي الأكبر أخي الأكبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحذرته لا يمكنكم التغاضي عما يحدث عندنا وبالتشاور مع القيادة الروسية توصلنا إلى استنتاج مهم مفاده أن انهيار بلاروس سيليه بالضرورة انهيار روسيا تدعم زعيمة المعارضة البيلاروسية سبيتلانا تيخانوفسكا المتظاهرين من الخارج فيما انتهى الأمر بخمسة من أعضاء المجلس التنسيقي السبعة إما في المنافي أو خلف القطبان ودعا تيخانوفسكا الروس اليوم إلى عدم تصديق الدعاية الرسمية دعونا لا نسمح للدعاية والقرارات غير المدروسة للسياسيين بتسميم العلاقات بين الشعوب الصديقة وضرب مصالح كل من بلاروس وروسيا ادعموا الشعب البيلاروسي الأوكرانيون بدورهم نظموا وقفات تضامنية لدعم البيلاروسيين بالقرب من السفارة البيلاروسية في كييف كما قام سكان أديسا بتصوير مقطع فيديو دعما للمقاتلين من أجل الحرية نعرف حجم المعاناة نطالبكم بالصمود عليكم بالاتحاد لا تفقدوا الأمل ستنالون الحرية عليكم المقاومة حقيقوا المعجزة ستحققونها بكل تأكيد أودسا معكم، أوكرانيا معكم، فالتحيا بلاروس، فالتحيا بلاروس، فالتحيا بلاروس، فالتحيا بلاروس أوروبا والولايات المتحدة تهددان بفرض المزيد من العقوبات التي طالت أكثر من عشرين مسؤولا بلاروسيا متورطين بتزوير الانتخابات وأعمال العنف وتتضمن حظر الدخول إلى عراضيها وتجميد الحسابات المصرفية خصصت لا تخمسين ألف يورو لعلاج الضحايا وأبدت استعدادها لإصطار التأشيرات للمواطنين البلاروسيين والمساعدة في الحصول على اللجوء على أراضيها بشكل قانوني اشتركوا في القناة